أعود إليكم مرة أخرى من مطر عقاد لجنة كورونا في العاصمة الرياض والمشكلة من 17 لجنة برأسة معالي وزير الصحة في قربيعة قبل قليل الدكتور عبدالله القويزاني أكد أو شدد على ضرورة مكافحة هذا الفيروس باستخدام المعاقمات والمحافظة على العناية الشخصية لدى المجتمع بما يخص الإصابة التي كانت أو تم الإعلان عنها المساء الأمس الحالة كما هي نوعا ما مستقرة وإلى الآن لم يتم إظهار كافة التحليلات أو كافة النتائج لمعرفة تفاصيل هذه الإصابة إن كانت أكيدا أم لا مئة في المئة وحول المخالطين بالمرضى الذين قدموا من البحرين إلى المنملكة العربية السعودية فلا يزال يتلقون العناية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها ضمانا لعدم انتقال العدوى لأي شخص آخر زميلة حسن قبل قليل الآن وردنا أنه بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق من الآن سوف يكون مؤتمر آخر إعلامي للمتحدث باسم وزارة الصحة السعودية دكتور محمد العبدالعالي فكونوا معنا وسوف ننقل لكم هذا المؤتمر على الهواء بعد أقل من ثلاث دقائق من الآن